اشتركوا في القناة حتى اوصلها شغبها لتكون صاحبة اول ميدالية اماراتية نسائية على المستوى الاسيوي في التاريخ في رياضة ركوب الدراجات الهوائية رحبا معنا ببطلة الامارات صفية صاير انا فيك صفية شيف حالك الحمد لله بخير صفية انا وايد سعيد بتواجهش معنا اليوم انا سعيد انا سعيد انا سعيد قبل ما نبدأ تدرين قبل شهرين او ثلاثة كنت قاعد ويا مخرجتنا شوق وقاعدين نفكر شو الاسماء لي بنحطها في اللستة اسمك كان من اول اسماء في اللستة تعرفين ليش؟ تعرفين ليش؟ ليش؟ ما بس عشان انجازاتك عشان شخصيتك احس عندك قصة حلوة عندك هوايد خبرين عن اليوم ان شاء الله مخبركم خبرين عن بداياتك صفية منو صفية وكيف بدت في مجالها في يوم الحالي صفية جرافيك ديزاينر ميجورين جرافيك ديزاين تعيدي وحاليا كملت ست سنوات في رياضة الدراجات ما شاء الله والحمد لله قدرت احاقق هالمدة اشياء تفرحني والحمد لله اني مفرحة الناس معاي واشكر الناس على هذا الدعم طبعا وبدأت طبعا رياضة الدراجات طريقة ما توقعتها كنت سباحة وكنت لعب جنباز بعد قبل وشوية ثلاث اكس بعد في المدرسة والحمد لله عندي ميداليات على المستوى السباحة والجنباز لكن الفئة العمرية في المدرسة لأسف كانت بس لفئة الجونيور ما كان في مستوى تنافسي جونيور يعني تقريبا 13 سنة ما كانت في فئة اكبر عن شي وصراحة زعلت اني طريت تهد السباحة لانا كنت أحب السباحة وايد لكن طبعا شي يأدي لشي ثاني فهديت السباحة فترتها وبدأت شوي بالاثلاتكس بس ما كنت أحب الاثلاتكس قد ما كنت أحب السباحة وبوي ما كان أحب أني أدخل مجال السباحة خارج المدرسة كان هو خايف أني أثر على دراستي هو لعب منتخب كرة قدم يوم كان صغير وهد دراسته للكرة وبعدين طري رجع لها فما كان أحب أن أعطيح في ناس الموضوع أني أقصر أنا ما كنت بهد الدراسة لكن ما كان أحب أني أقصر في الموضوع فما كان أحب حتى ذكر يوم مواجهته في موضوع لدراجات وما كان أحب أن أحب أن أحب أن أحب أن أقصر في موضوع لكن سمعت بتكوين يديد حق منتخب الإناث في وقتها ما كان في فرق أصغر أو أندية ولا حتى فرق مجتمعية حق البنات كنت أحب الرياضة لأن كنت أحب الرياضة لأن أنا وأبوي شارينا سيكلين يوف بندل شاريناهم ساكن هان وحبينا الرياضة قمنا نمارسها حوالي الفريج 10 كيلو 5 كيلو وحبيت الشيء ويد صراحة حتى أذكر بالسيتي بايك هذاكي الفقيل والهذا قلت هي بشارك في سباك وعمت شاركينه السيكل سباك الآن طبعا أستخدم الروت بايك اللي هو كاربن و بيري لايت حق الرئيسين بيرفس فيهما أذكر أني كنت أبغي أسابق في السيكل أضحك عبامري طبعا وكان فيه سباك مصغر من طواف دبي حق الأماتور اللي هم اللي هو وكان فيه فئة مدارس فحبيت أني أشارك فيها لكن ما صار هذه السنة أني أشارك المدرسة ما شاركت بعدين سمعت بالتكوين من ربيعتي اللي كانت وياي في الألعاب الغواء قلت لها شو قاعد تسوين أردك أنت حابة السيكل فقلت لها أنت شو تسوي مع المنتخب وشو قاعد تسوين كنت تشوفها دوم أتصور الباص والبراندينج فخبرتني أنه أنه نضموا للفريق وحبيت الموضوع بما أني كنت أساسة سوية رياضة أراضي وقلت لها كيف هتواصل وشيء لكن أبوي قال لي لا ما تدخني فريق برا على مستوى المدرسي بعدها بسبوعين تقريبا أختي قاعدة على الطاولة أختي ما شاء الله عليها ذكية لكنها مقصرة في الدراسة شوي بالها مكان ثاني فقالت أو غادش كرت يد بس خلني بارفع درجاتي فهو اقتناع قال أوكي يلا شاركي هالبطولة قلت لها أحمد الله درجاتي قلت لها يلا أنا بعد بارفع درجاتي خلني ألعب ساكلك طبعا ما كان مقتناع لكن أمي قناعتها بطريقة وببطيت بعدها بكم يوم كلمت المدربة وشيء بعد موقف طريق بعد يوم يوم كلمت المدربة أول مرة على الواتساب كانت سألة عن وزني وطولي يعني مجرد عساس يعني لم تشعفتني فأتبغيت تصور عني قلت لها هي وكتها طولي كان 167 قلت لها هي 167 قلت لا لا أكيد 157 صح ما صدقتني طولي يعني فهذا الموقف دمتهم في بادي بضحكتني وايد أنه ما توقع على طولي يكون شيء فهي من يومها صرت الشارجة في مغمار الدراجات هناك البنات كان يتمرنون وردي التكوين كان يديد فالحمد لله اللي حقت في وقت كان زين يعني قدرت أطوروا يا البنات كان فيه بنتين أردي موجودين ما شاء الله أنهم خبرة وللي اليوم وحدة منهم معاي شيخ غيسى لكن كانت فرصة طيبة أن قدرت أحتك طبعا بناس أقدم وبعد ناس يداد طرعت معاهم الحمد لله حلو حلو ما شاء الله ووايد كلمت يعني وربيعاتك حس كان عندك سبورت مثل ما نقول من العائلة ومن المستقبل شو كان دورهم يوم يعني أنت بديتي ولين اليوم الحمد لله بكل العائلة تدعمني بشكل كبير وهاش أي شيء فخورة في أن عندي عائلة تدعمني وربعي يدعموني لآخر لأبعد الحدود طبعا أبوي دوم يدعم الرياضة لأنه رياضي أنا وخواتي نلعب الرياضة بشكل عام وهو بعد لها بصمة كبيرة في هذه الرياضة ووصول لها المستوى طبعا أمي عندها حق علي أنه دخلتني هالرياضة وأقنعتها وهو عنده حق كبير بعد علي دوم معي في السباقات أول تقريبا ثلاث سنوات طبعا كنت في المدرسة ما كان عندي ليسا وهو بعد ما كان حاب بهدني بروحي فكان يوميا معي في التمرين يوصلني ويترية حتى ساعات أختي كانت معانا ويدرسها في السيارة لما أخلص التمرين وبعدين نرجع للبيت كان يوميا كبرة تقريبا معي وهذه بالأيام اللي مرينا فيها هو بعض وايد قوة علاقتنا يعني عمري ما كنت قبل هالفترة ويا أبوي قريبة على مستوى يعني كنت على المستوى السطحي قريبة مو ب كبنت وابوها مو ب مستوى يعني دخلنا في عماق العلاقة الحمد لله بهذه يعني بهذه الأيام حلو حلو ما شاء الله تكلمت عن التمرين جولي مرات ما يساعد التمرين أبدا كيف تتمرنين طبعا أنا من نوع اللي ما أحب الاندوربايك ما أحب يعني سيكل وثابت ويلا تطالع التلفزيون لا ما أحب فحتى في الصيف أتمرن برع حتى في الصيف حتى في الصيف يعني الصيف هي الصيف اللي طاف أذكر في أيام كنت أبدأ درجة حرارة 42-43 يعني سونة ولله لكن أحب أتمرن برع فكنت أتمرن حتى لو أقسم التمرين يعني لأن الساعات ساعات تمرين السكر طويلة ففي أيام مثلا يكون عندي ساعتين ثلاث كنت أقسمهم طبعا ثلاث ساعات بعد هذا يعتبر حين مستوى متوسط حين ففي الصيف أحاول أقلل من الساعات أو أقسمهم أضيف بعد الجمعة لكن هاي حار الجو وايد والحمد لله هذا الصيف بشرت من الجو إن شاء الله بسير عند طبعا كنت أدرس توني اليوم ومخاصة دراستي السمستر فإن شاء الله أعقب فعقب ما أخلص إن شاء الله من بطولتين المنتخب بطولة بطول العربية للمضمار واللعاب الخليجية إن شاء الله بسير عند الفريق في إيطاليا وبعسكر هناك حق ثلاثة شوار تقريبا فأم هافية لأبشر دمنا نجا صافية كنت بس ألت شو الفرق بين رياضة ركوب الدرجات الهوائية وبس ركوب الدرجات الهوائية أغلب الناس تقول لهم سايكلين يقول لهم أوكي نركب سيكل في الفريج نطلع مثلا مضمار مثلا مضمار ندى الشبع أو أي مضمار ونلف لفها شو الفرق بين الرياضة وبين الممارسة الحادية طبعا الرياضة نفسها أنا أتشوف من الرياضة كميتمنت يعني أن الواحد يعني يستمر على الشي مو بس طبعا عندنا مستوى دولة الامارات عندنا مستوى عندنا مستوى الهواء وفي ناس يسابقون حتى في هاي الفئة وعندنا الفئة اللي هي الفئة المفتوحة اللي مثلا أنا سابق فيها وهي الأجانب في الدولة واللي هي الفئة المحترفة بعد اللي هي الأندية والناس اللي مسجلين في الاتحاد الدولي وفي المنتخب فهالشي طبعا يشجع وائد ناس حتى اللي ما يبغون مو بلنا يستمرون ما شاء الله الهواء عندنا يتمرنون قد ما نتمرن لكن ما يحبون مثلا ينضبطون بالاتحاد أو بالأندية يحبون يسوون تمرين على راحتهم فيأخذون درب مستوى الهواء لكن طبعا أنا ما ما أحبها الرياضة بس كمستوى هاوي أحبها الرياضة بعمق أكثر وأنا سعيدة أني من أول يوم دخلت المنتخب هالشي طورني بسرعة وهي طبعا دوم أشجع البنات أن يدخلوا المنتخب فهذه الرياضة أو حين عندنا الحمد لله على المستوى هو فرق مجتمعية وعندنا بعد الفرق الأندية ما شاء الله حين نادينا أو ثلاث وعندهم فرق بنات فهذا شي دعم كبير للبنات وأتمنى أن مزيد منهم أن يدخلون في الرياضة وفي المستوى الاحترافين أنهم يحتاجون بنات صراحة ومو بس جي يعني حلو الواحد لما رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها مو بس الواحد يسوي شي حاول أن يوصل للمراتب عالي ما شاء الله صفية صفية كم عمرتش عمري 20 سنة هل سنة داخل أل 21 ما شاء الله ونحن نتكلم عن قبل 6 سنوات كان عمرت 14 14 سنة ما شاء الله إذا خلال هذه المدة حققتي وائد إنجازات شو إنجاز قريب لك من فترة ما شاء الله يبتل مركز الثالث على مستوى آسيا وحافظتي على بطولة الإمارات على كونج بطولة الإمارات في أكثر من فئة لثاني السنة بس شو فيه إنجاز قريب من كالفوت إنجاز كان يمكنه مثلا ما قلت كنت لست هو اللي سبب كل الإنجازات ماتي بمفالي بطولة وحدة لكن نفس ما قلت بطولة الإمارات أول مرة يوم شارع يوم سوونا بطولة الإمارات طبعا أردي كنت مكملة أربع سنوات فيها رياضة ويعني لفئة الذكر فدوم كنت حابة أن يسولنا نحن بعد أحساس أنا يعني أحاول أفوز بالتايتل أن أكون ملاقبة بطلة الإمارات وذكر كفتن خديجة من دربتي كان لها حق كبير علينا بهذه البطولة أن هي اللي ساعت أن الاتحاد يسوي لنا هالبطولة وتتحقت البطولة الحمد لله وذكر البطولة هاي ومتفوز فيها تفوز قميص بطر الدولة حلو فذكر أول مرة يزد للجارتي وشعور ما ينوصف وناس ما قلت بطولة آسيا أقدر أقول من البطولات القريبة من قلبي ما حبرت حكاية عدل لكن الحمد لله أن المستوى يعني يتطور دخلت فترة شوية نزول في المستوى أول السنة لكن بلنا نبدرت لنزل المستوى باتك إن شاء الله بس هاي حاولت إن أواضب بعد تمرين قدمة أنني كنت مضقوطة بالجامعة والحمد لله يعني كنت داخل السباق أني أدي طريقة مش عرفة الإمارات لكن عمري ما توقعت إن أوصل الفوديوم فكان شي ما ينوصف يعني خلصت السباق حتى ما كانت المدرب والمدربة كانوا لاحقين بسيارة في السباق طبعا لكن يوم خلصت ما لقيتهم ما رديت من الفن قاعد أدورهم وين راح وين راح وشفت متأخرة وقالت في إن في الموضوع في إن صرت عند الحكام قلت لي يكون يبت ميدالية وقال قال صبري لين ما تطلعت نتيجة الرسمية ما بخبرت شي ويوم طلعت أبو كان بعد يتصل في نس الواقل كنت في طاجكستان وبشرت الحمدلله بخبر وطبعا ميدالية صدق أفرح إني حققتها ما شاء الله الميدالية كانت في أي فئة كانت الفردي ضد الساعة اللي هو individual time trial خبرين عن فئات الرياضة شو الفئات الموجودة وشو الفرق بين طبعا رياضة دراجات الهوائية فيها كذا في الroad championships في كذا في طريق في كذا فئة في بعد عندك track cycling اللي هو يكون في مضمار بيضاوي في انحدار يكون مركز على السرعة أكثر explosive power ومسافات ومدة قصيرة أما الroad cycling يمتد لساعات ومسافات طويلة والroad cycling في البطولة مثلا road championships يكون عندك ITT اللي هو individual time trial اللي يفست في هذه الميدالية وعندك الroad race اللي هو سباق الفردي العام اللي يكون مثلا إذا بشارك مع المنتخب نكون مشاركين كلنا وكذا منتخب الفريق أظن في بعض البطولات يكون في أربع لعيبة من الفريق واحد أو ست لعيبة ونبدأ كلنا مع المنتخبات كنا على خط واحد من من يقول الحكام واللي يطوف الخط أول طبعا في النهاية هو الفايز أما في ITT اللي هو individual time trial هو من أصعب سباقات السيكل لأن تكون تكون بنفسك طول طول فترة سباق ومثلا إذا عشرة كيلو من بداية من ما يقول قولين النهاية أنت تضغط اللي عندك واللي ما عندك فالسباق صعب صدق أذكر ما كنت أحبها السباق والليل يعني يوم أدخل أقول أنا ليش شاركت فالسباق حتى بطولة آسيا في الميدالية أول خمسة كيلو قلت أنا شو دخلني هالسباق ليش دخلت لكن طبعا الميدالية تعود عن كل شي وصدقة بروح ما شاء الله في الـ ITT في ناس صوبتش والسباق ولا أنت بروحك لا بروحك وما تقدر تاخذ أي ذرة من أي خد وحتى السيارة تكون وراك بمسافة عساس ما تستفيد منها بأي طريقة يعني ما تعرفين إذا أنت طايف الباجين طبعا المدرب ساعات مثلا إذا المسار يكون على شكل لابس ساعات المدرب يقفلك الطرف الثاني من الشارع يقوموا أنت الطوف يقولك مثلا أنت عندك فرق وقتها الكثير عن المتسابق تحاول تحافظ عليه أو يلا زيد أكثر أنه لازم تسبق اللي مثلا اللي وراك طبعا انطلاقات يكونون تقريبا نص دقيقة لدقيقة من بعض فإذا الواحد مستوى شوي أحسن عن الجدامة بسهل يقدر ييب المسافة لأنه دقيقة بس دقيقة يكون فيها تقريبا إذا الواحد يمشي مثلا ثلاثين في الساعة يكون بس خمسمائة متر بينك وبين المتسابق لجدامك فمن الأشياء اللي أحبها في الآي تي إذا متسابق لجدامي حط الهدف أني عيب وبعدين ييب الليقة وبعدها فصباق صعوب يبع لأ إرادة كوية ومن تستيت لازم يكون بس هاي المتسابقات اللي أنا كسفية أقدر أقول أنا فمن السباقات اللي اختصاص يمي لها أكثر حلو حلو أكيد كل واحد اللي تخصص كل واحد كل واحد كلاتي عن انحضار المستوى خبريني شوية خلي حضار المستوى بيكون جزء من السؤال لكن خبريني عن الصعوبات اللي واجهت صفية إصابات مستوى أشياء أخرى خبرك طبعا مريت بصابتين خطيرات كسرت شتفين سنة عن بعض في نفس المكان وفي نفس السباق لازم دوازن به في نفس المكان وفي نفس السباق سبحان الله في 2019 آخر 2019 كان في سباق في الحمرية كان من الدوري الإماراتي والدراجات كان مشاركي مياه الناشئين الشواب الصغار واحد انجلبت قدامي وانا عفت هو وكسرت شتفي أحس بشي أقول يا رب ما يكون كسر لأن بنتي عامي كانت كسرة شتف شهرين قبلي يا رب ما يكون نفس الإصابة لأن هي ما طرقت للعملية وتمت قالت خدت قرار أن تبغي أن العظمة تلتأم بطريقة طبيعية لكن يوم شفت عمري وخدت وسويت الفحص وشفت أنه مكسر قلت حق على طول سوى العملية فاتر والحمد لله ثاني يوم سويت العملية والركووري كان تقريبا ثلاث سابق وما كان يباني أركب على السيكل لكن الواحد يعني إذا سوى غلط فأول مرة أني ما سويت علاج طبيعي حركة على طول ثاني مرة الحمد لله ما غلط نفس الغلطة ومن ثاني يوم الانورسيات عندي وسويت اليتمارين ومن أول أسبوع قدر أحرك إيدي طبعا هالعظمة صغيرة ووايد كسرت عظمة الترقوة عظمة صغيرة ووايد لكن والله ما توقعت أني تكون بها الأهمية ظهري وريدي وكل شيء أحسن يعتمد على هالعظمة وكسرها يعني شيء كان فضيع الحين يوم حدي كسرت فأتخرف حالة لأنها صدق إصابة مو مثل مثلا إصابة مثلا أوكي ريلك ما تقرأت حركة أو إيدك ما تقرأت حركة ما تقدر تشرب جسمك بكبر بسبتها العظم يسوك أنك عظم الظهر والعظم والإيد وكل شيء فأصابة ما تمنوها لأي حد طبعا هالإصابتين كانت من الصعبات لواجهتها لكن ما منعوني من أني أكمل وبوي ثاني مرة أول مرة قال هذا الجزء من الرياضة حكي الحد لكن ثاني مرة يوم كسرتها في مدارسنة قال لازم نفكرها حين في مدارسنة كسرتي تشتفين هل نستمر في الرياضة ولا لا لكن قلت له تلوحين تسوي لي عملية باشر بركها بس يكلم ولا تشاورني في هالموضوع والدروب اللي صار لأول السنة صراحة أخصوا عن الصابتين اللي مريت فيهم انضغط من بعد ما رجعت من البطولة العربية سفرت لسبوعين ونص انضغط من الجامعة الوايد لأن فترة سبعين ونص ما سويت شيء من شغل الجامعة وانضغط وحسيت أني محاصرة من كل طرف دخلت فأحس أنها في حفرة منثري فصراحة خذني تقريبا ثلاثة شهور عساس أطلع من هذه الحفرة لكن قلت حق نفسي أن لازم أستمر أستمر حتى لو لم يعيبني شيء أستمر أستمر لين ما شغب يردري بس ما قلت في البداية الشغب من أهم الأشياء اللي حققت لي لا ما شاء الله عليك الناس مرات يمصاباتش يتركون رياضة يكون خلاص يعني أنا هالمجال أكثر من مرة من صوت فيه خلاص الجامعة كلمت عن الجامعة والموازنة بالدراسة والجامعة وائد من الرياضين يختارون أن يتركون الدراسة وبعضهم يختارون يكملون الدراسة ولكن يكون هذا على حساب أداءهم الرياضي كيف تقدر يتوازني طبعا أقدر أقول أن بعد يأخذ على حساب الرياضي يعني هالثلاث الشهور اللي قاعد أحاول أرد المستوى فيه إذا كنت أقدر أنام عدل من دون الجامعة من دون البروجيكتات والضغط والسترس فقدرت أنام عدل وساعت ما أحصل الوقت أنه مثلا الصبح أنه أكل حتى ريوق لازم أخلص أغراض الجامعة ولازم أسأل المشروع أنا موادي يعتمدون كلهم على المشاريع فأخذ حيز كبير من الوقت وشي صراحة قاسي واجه صعوبة أكثر وكثر على مرور سنين كل ما أدخل في التخصص أكثر لكن أحاول بطريقة ما حتى لو أن يكون لازم منت أنا خلص بمشروع أخلصها وأكمل تماريني وأحاول أوازن بها الطريقة يعني أنا من نوع صراحة لي خليك الشيء لآخر دقيقة للأسف لكن أحذر بطريقة ما فهي قاسي واجه شوي صعوبات لكن أحيانا ما قلت لك أحيانا صيب خلصت راسها وبركز على التمرين والمعسكر وإن شاء الله تجهز لبطولة العالم في شهر بساعة ما شاء الله ما شاء الله ترى هي موهبة إذا تخلينك أشهر لأخر دقيقة بس يطلع الناتج يطلع حلوة أو عشانا شي لا أدري لكن صراحة صفية آخر سؤال شو الرسالة اللي تحبين تواصلينها للجمهور ما شاء الله أنت مو مثل غير أشمال رياضين يعني إستقرام تشغل تتكلمين في الإعلام أحس عندك رسالة فين تواصلينها مثلا للمرأة الإماراتية أو للجمهور الإماراتي شو تحبين تخبرين للجمهور طبعا بشكل عام أحفز كل حد على هذه الرياضة رياضة جدا جميلة الواحد ما يتوقع جمالة لما صدق يجربها ويمارسها صراحة اللي أنا استوى أدكشن لايفستايل وشي ما أقدر أتركه يعني أحس حتى لو مثلا مليت من المستوى التنافسي في المستقبل طبعا ما بمل منه في أي وقت قريب حين توني أقدر أقول في قمة العطاء وتوني لها السنة موقع عاوية فريق محترف كأول الإماراتية محترفة على المستوى الورد تور والحمد لله فخوره بهذا الإنجاز وبالاختيار بيختاروني فيه وإن شاء الله أقدر أشرف الإمارات فالفريق في أربا ما توقع أني أترك المستوى التنافسي في وقت قريب لكن إذا في يوم مليت من السيكل أو المستوى التنافسي ما من السيكل نفسه أظن بكمل بها الرياضة يعني ولو أدخل في أتل هواء يعني بعد سنوات وأشجع طبعا كل حد على ممارستها الرياضة وأشجع الإماراتيات اللي يحبون هذه الرياضة أن ينضمون النوادي والمنتخب لأن صراحة أنا مريت حتى بتجربة لسنة سافروا بطولة واحدة بسويانة وفرق شاسع من رجعوا من هذه البطولة لأن المستوى التنافسي خارج الدولة والخبرة اللي تكتسبها مختلفة زدتا تماما عن الخبرة الخبرة الغلية اللي تحصلها من بعض السباقات في الدولة فشجع كل المنات اللي يحبون هذه الرياضة يمكن الشيء يخوفهم أن يصعدون لمستوى التنافسي أعلى وأقوى لكن من أنت تبدأ تنافس المستوى الأقوى أنت مستوىك روح يتطور للأقوى هذا فأشجعهم كلهم أن ينضمون لنا للمتخب إن شاء الله ماشاء الله وبعد شرحنا في دعم يعني يوم بديت هذه الرياضة لو أن الناس كانوا يحبونها الرياضة والدعم كان قليل الحمد لله قاعد يتطور والشيوخ مهتمين وماشاء الله حين بوظبي صارت بايكة بوظبي أيضا مدينة صديقة للدراجة يبغون يسوون فيها مختلف المشاريع ومشاريع صراحة متحمسة لها لأنه لدينا مضمار واحد في الشارجة ويبغون يسوون مضمار يديد مسكر بالخشب طبعا اللي يحبون رياضة التراك سايكلينج بيفهمون شو يعني مضمار خشبي فنتمنى من سنين نحن نتمنى أن يسوون لنا هذا المضمار بيأخذ بعد وقت لكن يعني متشوقين لهذا المضمار إن شاء الله وللمدينة بكبرها اللي بيطورونها وطبعا بعد حكام دبي ما شاء الله ممكسرين سواء بالسباقات اللي هو شيخ محمد يسوي مثلا بطولة نوس ومن ضمنها سباق السيكل اللي شاركت فيه قبل سبوعين هذا السباق دوم أتحمسنا وأجهز لكل سنة لأن لي أنا والأبوي سباق قريب لقلوبنا دوم سنة عن سنة نبغي نتطور ومنحقق في مراكز أحسن ولنا رمضاني فأجواء أحلوة كن في الليل مختلف عن باقي السباقات وعندنا بعد بطولة السلم ما شاء الله الشيخ محمد حاطت جواز قيمة على هذا السباق والسباق ليس بسهل الصراحة لكن الجواز تستاهل الصعوبة اللي هو فيه وما شاء الله يعني هو بنفسه يتابع السباق تقريبا على آخر 15-20 كيلو يتابع مجرية السباق هو بنفسه بسيارته وهالشي طبعا يحمسنا لنا الفخر أنه يتابع السباقاتنا ما شاء الله ما شاء الله صفية مستمتعين وياك نحن في نهاية كل حلقة نسوي تحدي تحدي داخل هذا الضر قريب سطع علي معي تامور عشان الجمهور بس يسمع صفية can you beat our cycling champion نحن عند cycling champion بلنا نحن جمهورنا الكريم نشوف صفية في التحدي ونشوفكم إن شاء الله حلقة يديدة في ستري يديد تابعونا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة